لقد أوضحنا لأعضاء الكونغرس أن هذه الضربة ستكون محدودة وفعالة هذه الضربة ليست مفتوحة ولا تشمل غزوا بريا وتختلف عن العراق وعن ليبيا وفغانستان إن نتائج عدم التحرك ستكون أسوأ بكثير من التحرك لأننا بذلك سنقوض المعايير الدولية وسيصبح تحريم استخدام هذه الأسلحة أكثر مرونة والأسد سيخال أنه يمكن أن يفلت من العقاب وسيكرر فعلته مجددا هذا سيبعث برسالة لشركائنا وحلفائنا بأننا لا نعي ما نقول وهذا سيبعث برسالة لإيران وكوريا الشمالية بأنه يمكنهما استخدام هذه الأسلحة والإفلات من العقاب